اتجاهات الحياة الوطنية الجزائرية ثالثاً الاتجاه الإصلاحي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الحلقة 139 من سلسلة تاريخ الجزائر المعاصر السلام عليكم مرحباً بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك لتتوصل بك الجديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأثق المصدر ومرجع المعلومات ثالثاً الاتجاه الإصلاحي تعود وصوله إلى أفطار حمدان خوجة وأعمال الأمير عبدالقادر وتيتابات ونشاطات الشيوخ المتجوي وابن لونيسي وابن اسماية وابن المهوب ومحمد أطافيش وحتى جهاد الأمير خالد الذي سام في الاعداد لتبلور هذا الاتجاه وتتبنى كل تلك الأفطار والمشاريع بعد طلبة العلم المتأثرين بحراطتين لإصلاح الدين والجامعة الإسلامية تعبد الحميد بن باديس من 1889 إلى غاية 1904 ميلادي والباشير إبراهيم وامبارك الميل والطيب العرضي وإبراهيم بيوض ومحمد الطرابلوس وآخرون وحاولوا تحقيقهما بوسائل دينية وتربوية واجتماعية وإعلامية وقد مثل الاتجاه لإصلاح في الجزائر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أسسها 72 عالما جزائريا من مختلف أنحاء البلاد في مطدماتهم الشيوخ السابر ذكرهم في 16 منذ الحج 1350 هجرية الموافق لـ 500-1931 ميلادية بعد مرورة المنسان على الاحتفالات الاستفزازية الصاخبة التي أطعمتها فرنسا على مدى 16 من يناير إلى 5 يوليو 1930 ميلادي بمناسبة انتظار طانعا على غزوية واحتلالها للجزائر وتشيع جنازة الإسلام في هذه الأرض على حد تعبير حقبار مجرميها مثل الفرنسيون فيها مصرحيات تستحضر صور الإنزال في سيدي فراج ويحتفلوا احتفالا صارخا واتلوا وشربوا وستروا وعربدوا واختلط حابلهم بنابلهم ثم أحيوا ليلة حتى الصباح وسط أنوار تأنها من طلب القمر تانت عندهم ليلة العم وتانت عندنا ليلة نحس مستمر ثم زادوا على تلذية إقامة موتامات ثوليتي دين متعصب جمعوا له الرصوص من كل متان وارتفعت أصوات وأصوات ضد الدين الإسلام وضد العروبة ضربوا الدين في الصاميم ولم يتورعوا عن مس الذات المطهرة المحمدية ووصفها بالشنيع من الأوصاف لم ينحهم الحياة عن إذاء شعب تامل في دينه وفي دياره في ساعة هائلة رهيبة لم يبقى فيها لذية الشعب من معتقل يلتجه إليه إلا الدين متبجحين بأنهم قد بسطوا سلطانهم على الجزائر بقوة الحديد والنار وأنهم افتتوا من الحضار الإسلامية وأرجعوا إلى الحضار الرومانية التي ينتمون إليها في ورط عظم فيه الضاط على الشخصية الجزائرية حتى غدت مهددة بالتلاشي فتنت التلت الاحتفالات صدمة طوية لشعب الجزائري أي طاظت النائمين ونبهت الغافلين وطوت من عزم وتصميم المصلحين والمناظرين على مطارعة المستعمرين لذيت أصاب المرحوم أحمد توفيق المداني حين اعتبر أن ذيت الاحتفال مياوي تقدم القضية الجزائرية عشرين سنة على الأقل تولى رئاسة الجمعية الشيخ ابن باديس ونيابته والشيخ الباشير إبراهيمي إلى أن توفي ابن باديس في 16 أبريل 1904 ميلادي فانتخب رجال الجمعية الباشير إبراهيمي رئيسا لها وهو إذ ذات منفي بأفله وقد اتخذت الجمعية شعارا لها الجزائر وطننا والعربية لغتنا والإسلام ديننا وتشكل برنامجها من ثلاث محاول رئيسية وهي محور ديني تضمن أولا تطهي لإسلام معلق به من الشيطيات والبيدع والخرافات المورثة عن عصر الانحطاط التي كانت تروج لها الطرقية تتبرر بأضرحة الأولياء والاعتقاد في قدراتهم والدعاة تدوسية شيوخ الطرق والرس والتهتر في الاحتفالات الدينية المبتدعة واختير عطار محرفة وطروبات مخالفة للتتاب والسنة وما إلى ذات من المنترات ثانيا دعوة الجزائرين للعودة إلى الإسلام الصحيح المستمد من القرآن الكريم والسنة المطهرة والتمسط به عطائد وشعار وأخلاق واحتام ثالثا محاربة المادية والإلحاد اللذين حظية بتشجيع الاستعمال يغالب بهم الإسلام وتانا من دواعي انتشارهما بين بعض الشباب التعليم الفرنسي العلماني وتقليدهم العمل الفرنسيين وفتنة الطرقية المثقفين عن الدين ببداعها الشنيع وخرافاتها الفضيع واستطرالت الأباء من المسئولية وإخلالهم بواجب التربية وتتحاربت جمعية العلماء للحاكمة وصف الشيخ الإبراهيمي بما أفاضت على العطول وأشاءت في النفوس من الهدي المحمدي وحاصرته بحطائق الإسلام فحاصرته في أذيق الأمتنة وفي نفوس تأنها رموس محور ثقافي واجتماعي رابعا مطاومة الأمية وتربية وتعليم الناشئة من خلال تأسيس المدائس العربية الحرة التي فاط مجموعة حسب الشيخ البشير لإبراهيمي 140 مدرسة عام 1952 ميلادي احتضرت نحو 50 التلميذ من البانين والبنات وبلغ مجموعة معلمية نحو 400 معلم كانت الجمعية تنفق عليها 75 مليون فرانس سنويا من أموال الأمة ولم تستوعب مع ذاته إلا جزءا من 30 جزءا من أطفال الجزائر تم افتتحت الجمعية ماهد بن باديس برسانطينة عام 1947 ميلادي لاستقبال التلاميذ الذين أتبنوا مرحلة التعليم الابتداء بمدارسها لتأهيلهم لنيشهادة التعليم المتوسط الأهلية بعد أربع تعوام من الدراسة ليصبح معلمين أو مؤهلين لإتمام دراستهم بجامع الزيتون بتونس وقد استوعب المهد ألفا من الطلاب في مطلع الخمسينيات الماضية وفرت لهم الجمعية دارا لستنة تسع خمسمائة طالب خامسا نشر الوعي الديني والاجتماعي والثقافي في أوساط الشبيب والعمال وعامة الناس بواسطة الجرائد والمجلات وتنشيط مئات الجمعيات العلمية والخيرية والدينية والرياضية وعشرات النوادي ساديسا محاربة الآفات الاجتماعية كمعاطرة الخمور وتعاطي المخدرات ولاعب القمار والتبطل واحتقال مرأة حرمانها من التعليم والميراث وغيرها سابعا الاهتمام بالنصف المهمل من المجتمع وهن الإناث من خلال التوعية المسجدية والتعليم الذي شمل في عام 1952 ميلادي نحو 13 ألف بنتا في مدائس الجمعية ثامنا مطاومة المنصرين بتبيين المنافذ التي يتسربون منها إلى الأمة والتصدي لهم بتقوية المعاني الدينية في النفوس والقيام بحق الله في البواسة واليتامة والمساكين على حد تعبير الشيخ الباشير الإبراهيمي محور سياسي مطاومة سياسة التجنيس حيث أصدرت فتاوي بتقفير الجزائر أو تونس أو مغرب يتخلى عن قانون لحوال الشخصية الإسلامية من أجل الاندماج والتجنس بالجنسية الفرنسية واعتبارهم مرتدين عن الإسلام عاشرا مطاومة الإدماج حيث عبر عن ذاية العلامة ابن باديس بقوله إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هي فرنسا ولا يمكن أن تكون فرنسا ولا تريد أن تصير فرنسا ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد في لغتها وفي أخلاقها وفي عنصرها وفي دينها لا تريد أن تندمج ولها وطن محدود معين هو الوطن الجزائري والدعوة إلى الوحدة الوطنية يشهد لذاية طول ابن باديس الشهير ما جمعت يد الله لا تفرقه يد الشيطان الحدي عشر التنديد بالحتم الاستعماري وممارساته الظالمة وهو متواطر في أدابيات وأعمال الجمعية الثاني عشر الحصول على حق الجزائريين تفة في الانتخابات الثالث عشر تحقيق استقلال الجزائر كيف لاوت الجهاد الجمعية ورجالها يصب في اتجاه الحس مع فرنسا حيث خط الإمام ابن باديس نهج الثورة لأبناء الجزائر طريقا لذايته منذ العام 1937 ميلاد من خلال نشيده الخالد شعب الجزائر مسلم الذي نص على قتال الظالمين وهم المستعمر لا ريب وذايته في قوله وذيق نفوس الظالمين السم يمزج بالراب وهو الذي صرح بذايته ايضا عام 1936 ميلادي حيث طال أمام جمع من الأنصار وهل يمتن لمن شرع في تشهيد منزلا يتروتع بدون سطف وما غايتنا من عملنا إلا تحقيق الاستقلال ومن العجب أن يشتت في هذه الحقيقة بل ينطر وتأثير من المناهضين للجمعية وفترها وقتانت فرنسا علم بذايته منهم حينما اعتبرت الجمعية عدوها الرئيس في الجزائر وعاملت على هذا الأساس الرابع عشر تحقيق الوحدتين العربية والإسلامية ويتجل ذايته في حمل هموم العرب والمسلمين والتألم لواقعهم وتبني طضاياهم في مقدمتها طاضية فلسطين والعمل على تحقيق وحدتهم طولا وعملا وأهم الوسائل التي استعانت بها الجمعية لتحقيق أهدافها تأسيس المدائس العربية الحرة لتعليم وتربية البنين والبنات بناء المساجد الحرة بعد منع جالها من التدريس في المساجد الرسمية القائمة ويلقى دروس الوعظ فيها للعامة والدروس العلمية لطلاب علوم الدين واللغة إصدار الصحف والمجلات نصر منها السنة 1933 الشريعة 1933 الصيراط 1933-1934 البصير من ديسمبر 1935 إلى غاية 1939 ثم من 1947 إلى غاية 1956 فضلا عن صحف ومجلات بعض عضوها من رجال الحارة الإصلاحية مثل مجلة المنتقد 1345 هجرية الموافق ل1925 ميلادي والشيهاب من 1344 إلى غاية 1358 هجرية الموافق ل1925 إلى غاية 1939 ميلادية للشيخ ابن باديس التي تهن صحفة أسبوعية إلى غاية 1929 ميلادي ثم غادت مجلة شهرية وهي أعظم الإصدارات الجزائرية في القرن الماضي وجريدتي الجزائر 1925 والبرق 1927 لمحمد سعيد الزهري وجريدة وديم زاب 1926 إلى غاية 1928 للشيخ أبي اليرضان وجريدة الإصلاح من 1927 إلى غاية 1930 ثم 1939 للشيخ العربي وجريدة لديفانس 1934 إلى غاية 1939 للآمين العمودي وتانى تأثيم من هذه العنوين يطبع في المطبع الإسلامية التي أنشاء العلمة ابن باديس برسنطينا عام 1343 هجرية الموافق ل1925 ميلادية وفي مطبعة الناجح بها أيضا وتتعرض للمذايقات الاستعمارية والتوقيف بعث التاريخ الوطني لإبراز انتمال جزائر العربي الإسلامي وإمداد الشعب الجزائري بعوامل الوحدة وعناصر القوة الضرورية لمجابهة المحتلين وذلكا من خلال عدة أعمال تأسيسية أجلها تيتاب تاريخ الجزائر في القديم والحديث للشيخ مبارك الميل الصادر جزءه الأول سنة 1347 هجرية الموافق ل1928 ميلادية وجزءه الثاني سنة 1351 هجرية الموافق ل1932 ميلادية وتتاب الجزائر للأستاذ توفيق المداني الصادر عام 1351 هجرية الموافق ل1932 ميلادية تتوين التشافة والفئة الرياضية والمسرحية وفتح النوادي لتثقيف وتوعية الناشية والشباب والأمال وتطيرهم وتوجيههم للنشاطات المفيدة بدلا من التسكت في الطرقات أو إضاءة الوقت في المعطاه والملاهي الاهتمام بالمغتربين فأنشئت لهم المدائس والنوادي والمراقز الثقافية بفرنسا التي بدأت نشاطها هناك عام 1936 ميلادية مرقزة على تعليم المغتربين الإسلام واللغة العربية والتاريخ وإرسال البعثات العلمية إلى جامع الزيتون والطراويين والعزار لذا تتعرضت جمعية العلماء منذ العام 1933 ميلادية لحرب شوعاء من جانب الإيدار الاستعمارية الفرنسية التي كانت تعتبر مدائس الجمعية خلايا سياسية والإسلام الذي يمارس العلماء مدرسة حقيقية للوطنية تمضت الدورتور سعد الله وهو ينطل عن تقرير أمني فرنسي وأمطرت هذه الجمعية بوابل من القرارات والإجراءات التعسفية الظالمة من ذلك منع العلماء من التدريس في مساجد تلمسان في فيفري 1933 ميلادي منشور ميشيل الكاتب العام لولاية الجزاء العامة الصادر في 16 فبراير 1933 ميلادي وهو تعليمات إدارية إلى مصالح الأمن والإدارات الفرنسية بمراقبة العلماء ومنعهم من الوعظ والتدريس بالمساجد إغلاط عدد من مدائس الجمعية في عدد من مدن عمالة وهران وتغريم وسجن العشرات من معلميها بتهمة التعليم في ذلك العام والأعوام التالية إغلار صحيفة السنة في 29 يونيو 1933 ميلادي ثم الشريعة في الصيرات مارسو مريني وزير الداخلية الفرنسية الصادر في 5 أبريل 1935 ميلادي والذي قضى باستجمع بين شهرين وسنتين على تنمان يطاهم السيادة الفرنسية في المستعمرات ويقف ضد تطبيق القوانين والمراصم والتنظيمات وتنفيذ أوامر السلطات قراري 13 يناير و8 مارس 1938 ميلادي بخصوص الحد من نشاطات نوادي جمعية العلماء ومنع افتتاح المزيد منها إلا برخصة ومحاربة التعليم العربي الحر مرسوم رئيس وزارة ووزير داخلية فرنسا شوطون يوم 8 مارس 1938 ميلادي الفريد من نوعه لأنه ارتضى بأن كل جريدة تصدرها جمعية العلماء باللغة العربية في الجزائر في المستقبل فهي معطلة سلفا ومرسومه الآخر الصادر في نفس اليوم باعتبار اللغة العربية اللغة أجنبية في الجزائر ومنع تعليمها وتجديد منع افتتاح المدائس العربية بلا رخصة مرسوم 27 أغسطس 1939 ميلادي الذي جوز منع كل المطبوعات المظيرة بالأمن الوطني وبذاية منعت جريدة لا ديفانس الدفاع 1934-1939 ميلادي الليسان الغير رسمي للحارة الإصلاحية وتتصامدت الجمعية لهذه الحرب الشوعة الشاملة صاربة محتسبة باذلة وسعها لإعلاء تلمة الحق وانتشى الأمة من مخالب الضياء والفرطة والجاهلية والعبودية فحطت التأثير في ذاية المضمار فجز الله رجالها الأمجاد خير ما يجزي به عباده الصالحين خاصة رئيس الهمام الإمام عبد الحميد بن باديس الذي كان عمة في رجل ووصف تأثيره المفطر مالك بن نبي فقال إن معجزة الحياة في الجزائر بدأت بصوت الشيخ عبد الحميد بن باديس وندائه الذي أيقظ المعنى وحول مناجات الفرض إلى حديث الشعب وبالجملة فإن جمعية العلماء المسلمين بالرغم أنها لم تتن حزبا سياسيا إلى أن دورها الحاسم في تحرير العطول من الأوهام وتنقية الدين من الشوائد وفي الحفاظ على مطويمات الشعب الجزائري ممثلة أساسا في العربية والإسلام وفي بعث نهضة الجزائر وتعزيز الانتماء العربي الإسلامي للشعب الجزائري ومساهمتها الكبيرة في توحيد الشعب وإيطاظ الحس الوطني وفي إضعاف الحتم الفرنسي ببلدنا تول ذاية جعل منها أهم هيئة إصلاحية وتربوية في تاريخ الجزائر الحديث وطوة مرتزية جد مؤثرة في توجيهات ومطالب الحارة الوطنية الجزائرية وطرينة حزب الشعب وحرطة الانتصار في غرس وإنما بذلت ثورة أول نوفمبر الخالدة كان رئيسه أهم شخصية في الحارة الوطنية بحق تشهد على ذاية العديد من الأدلة والقرائن نذكر منها ما تتبع المرحوم محمد عبدون في تيتابه شهادت مناظر في الحارة الوطنية الصادر باللغة الفرنسية عن دار دحلب سنة 1991 ميلادية الصفحة الواحدة والخمسون إذ يقول بينما أن أيام الحرب العالمية الثانية بالجنوب التونسي طريبا من خط مارث وبما أنني من حراس بعض المتاتب طررت يوما أن أطلع على وثيقة رسمية جد سرية تصنف الشخصيات السياسية الجزائرية الأرثر خطورة على السيادة الفرنسية ولا تمتان الدهشة أعظيمة إذ وجدت ابن بديس على رأس الطائمة متبوعا بمصالي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بأكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بأكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد المترجم للقناة